وفي سياق الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس أشاد جلالته حفظه الله ورعا بالإنجازات الرياضية التي حققها أبناء وبنات البحرين مؤخرا وتشكل هذه الإشادة الملكية في هذا المحفل المهم دفعة معنوية لتحقيق المزيد من البطولات الرياضية باسم مملكة البحرين ليكون كل عام مرصعا بالإنجازات ولا يفوتنا كذلك بأن نشيد بالإنجازات الرياضية الأخيرة والمتمثلة في حصول مملكة البحرين على عدد غير مسبوق من الميداليات الأولمبية فشكرا لهم جميعا والتحيا بهم بحريننا القالية محفل بحريني مهم وتأكيد من قائد ملهم وإشادة بالإنجازات الرياضية البحرينية لا سيما ما حققه أبناء وبنات مملكة البحرين مؤخرا فإشادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في خطابه السامي لدى افتتاح دور الإنعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب جاءت الإشادة لتشكل دفعة معنوية لتحقيق المزيد من المنجزات الرياضية باسم مملكة البحرين وخلال الأشهر الماضية خطت البحرين اسمها في تاريخ الإنجازات الرياضية بمداد من ذهب بعد فوز فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الفريق الملكي للقدرة ببطولة العالم للقدرة التي أقيمت في فرنسا وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه بالبطولة التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وقبلها بمدة وجيزة حققت مملكة البحرين إنجازا رياضيا مهما جعلها ضمن قائمة الدول التي حققت العديد من الميداليات الملونة ففي أولمبيات باريس 2024 حصلت المملكة على أربع ميداليات ملونة بينها ذهبيتان وفضية وبرونزية لأول مرة منذ مشاركتها الأولى في أولمبيات لوس أنجلوس 1984 وتأتي هذه الإشادة الملكية لتؤكد أن أبناء وبنات مملكة البحرين تحت راية العاهل المعظم يسيرون بخطا ثابتة في الميدان الرياضي وبمنح انتصعدي يصبح العام تلو الآخر مرصعا بالإنجازات ترجمة نانسي قنقر